أطلقت مؤسسة حياة كريمة منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في مركز مدينة أوسيم وذلك استجابة لتوجهة رئيس الجمهورية وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ما يعزز الدور الذي طلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية نحن النهاردة موجودين في أوسيم مبادرة اللحوم المدعمة تحت رعاية في خامة الرئيس السادة عفتاح السيسي مبادرة اللحوم المدعمة تخفيفا على أهلنا وزي ما حضركم شايفين فرحة الأهالي وساعدتها اللحمة بجودة عالية جدا وده تنفيذ المبادرات التنموية الحياة كريمة نحن النهاردة شايفين ناس جدا مبسوطة وده شيء يفرحنا علشان كده بننزل على طول بنقدم كل شيء يسعد المواطن فبنحاول نحن نقدمهول بنقدم المبادرة بتاعة فخامة الرئيس عفتاح السيسي نحن بنقدم بالنا ثلاثة أيام شغالين على تقديم خدمات للمواطنين المبادرة بتاعت اللحوم بأسعار مخفضة تخفيفا للعباء عن المواطنين نشكر مبادرة مؤسسة الحياة كريمة يعني احنا الناس دي تعاملت بصراحة يعني تخفيض أسعار جامد وبتحول تساعد الناس في البيوت وفي الشوارع وفي الطور وفي كل حماكة أماكن لأن احنا النهاردة بنشوف اللحوم برا وأسعار اللحوم عاملة 300 جنيه و350 و400 جنيه النهاردة بنزلنا ب185 جنيه فاحنا نشكر الناس دي يعني على أجمل وجه وأفضل صورة للناس دي اشتركوا في القناة